بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أهلاً وسهلاً بحضرتكم حديث الروح سائل لله سبحانه وتعالى أن يسري من القلب والروح إلى القلب والروح وسؤال من الله سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض؟ يسجد لله سبحانه وتعالى كل من في السماوات والأرض كل الأفلاك الشمس والقمر والنجوم والجبال يسجدون السجود طبعاً لما أن هذه الأفلاك رسلة كطبيعة تشريحية للإنسان هم لا يسجدون بنفس الشكل كل له سجود في الآية الأخرى كون كل قد علم صلاته وتسبيحه كل له شكل في سجوده والسجود أصلاً معناه الطاعة والانصياء لله سبحانه وتعالى كما قال الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ائتيا طوعاً للسماوات والأرض ائتيا طوعاً قالتا أتينا طوعاً أو كرها قال ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين فهذه كائنات هذا الكون ما سوى الإنسان كون مصخر وهو طائع لله سبحانه وتعالى تسري فيه السجود الطاعة للحق سبحانه وتعالى الحقيقة أيضاً وكأن هذا الكون ينزعش من التعديات والسيئات يتعدى لما الإنسان يتعدى على حق ليس حقه أما الإنسان يتعدى على أخيه الإنسان أو يتعدى على الحيوان أو يتعدى حتى على الجبال والأنهار الإنسان يتعدى الإنسان وظفت خليفة لله سبحانه وتعالى والخلافة معناها أن يستثمر أن يطيع الله سبحانه وتعالى هذه كائنات لها حق في أن تطيع الله فيها أن تحسن إليها أن تطيع الله في أياً كان الكائن فهو كائن ساجد كائن ساجد مطيع لله سبحانه وتعالى فيتعدى الإنسان فكأن هناك غضب من الكائنات بسبب هذا التعجي ولذلك الحق يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أيضاً هذا كل إشارة ورسالة للرجوع للرجوع إلى عبادة الله وإلى تعمير الأرض وإلى تسكية النفس لعلهم يرجعون في بعض الآثار التي تروى وكأنها تنطق بحال السماوات والأرض يقولون إن السماء والأرض والبحار والجبال اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى من ظلم بني آدم إما ظلمه لنفسه وإما ظلمه لأخيه الإنسان للإنسان وإما ظلمه للكائنات لكن لما يتعد الإنسان يكون سبب لشكوى الكائنات تقول قالت السماء والأرض وهذه الكائنات تقول الأرض يا رب ذلي أن أبتلع ابن آدم فقد أكل خيرك ومنع شكراً وتقول السماء يا رب ذلي أن أطبق على ابن آدم فقد أكل خيرك ومنع شكراً وتقول البحار يا رب ذلي أن أغرق ابن آدم فقد أكل خيرك ومنع شكراك وتقول الكائنات إذن لأن أهلك ابن آدم فقد أكل خيرك ومنع شكراك والله سبحانه وتعالى يرد عليهم فيقول دعوهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم فيرسلوا بالآيات لعلهم يرشعون قف يا ابن آدم عند حدك ولا تعتجي لا تعتجي على أحد فإن هذا سبب للفساد والإفساد ونصلب الله سبحانه وتعالى الصلاح والإصلاح وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين وشكراً لحضراتكم